التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كيرستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب رئيس السيسي عن تمنياته لكيرستارمر بالتوفيق والنجاح وأكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا له اليوم لمتابعة آلية التنصيق مع الحكومة الجديدة لتنفيذ توصيات الحوار كان المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان قد أوضح أن مجلس الأمناء سيكتمع لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنصيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة وفي هذا الإطار سيكون من أبرز التوصيات المطالبة تنفيذها بشكل عاجل مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد استشهد أحد عشر فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجرا على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تسعة فلسطينيين استشهدوا إثرى قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للأنروة في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع كما أشارت الاستشهاد مواطنين اثنين قراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر كبير في حركة حماس أن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود ورجال المتبقين خلال ستة عشر يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيم الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح رئيسا لإيران خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أن بزشكيان يتقدم السباق وفقا لنتائج الأولية مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 50% أي ما يفوق الجولة الأولى أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره بالسباق الرئاسي وعزمه الفوز بولاية ثانية وذلك عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترومب والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية وفي خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكنسن قال بايدن إنه لن يسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على حد تعبيره كانت الولايات المتحدة قد شهدت في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أول مناظرة بين بايدن وترومب نظمتها شبكة سي أن أم قال حاكم منطقة دونالدسك الأوكرانية إن هجمات روسية أصفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن ثمانية وعشرين في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد وأضف المسؤول الأوكراني أن من بين الضحايا خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية حينما تعرضت بلدة سيليدوفي الواقعة غربي مدينة دونالدسك التي تسيطر عليها روسيا للقصف بقنبلتين موجهتين مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت ثلاث قنابل موجهة على قرية كومار إلى الجنوب الغربي ورياضيا تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب تغلبه بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف على نظيره المنتخب الألماني صاحب الأرض في افتتاح مواجهات الدور ربع نهائي وأقيمت المباراة في مدينة شتوتكارت وافتتح داني أولمو التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة الحدية والخمسين وأدرك فلوريين فرتز التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة التاسعة والثمانين وفي الدقيقة المائتي وتسعة عشر تمكن ميكا الميرينو من تسجيل هدف الفوز الإسباني كما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزه المثير على منتخب البرتغال بضربات الترجيح بنتيجة خمسة ثلاثة أقيمت المباراة لملعب فوكس بارك في مدينة هامبورغ الألمانية في قمة مواجهات الدور ربع نهائي للمسابقة القارية انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتم اللجوء لضربات الترجيح وضرب المنتخب الفرنسي بذلك موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا في الدور نصف نهائي لليورو يوم الثلاثاء المقبل انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل